اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتميز بمجيء لن في خبرها او بالاخرى في الخبر للمبتدأ الذي كل واحد منهما جزء من الجملة التي هي خبر للم هذه واسمه ضمير الشأن وأصله وإنه أي وإن الشأن ولكن الاسم يحدث مع تخفيفها فلذلك تلتبس ولو لم تكن اللام موجودة في الجملة التي تدخل عليها بإن النافئة هذا هو مذهب البصريين ومذهب الكوفيين في ذلك أن إن هذه هي إن النافئة واللام بمعنى إلا ومعنى ذلك وما كانت إلا كبيرة إلا على الذين هدى الله كما يقولون أيضا مثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ ومجيء اللام كآبات للإستثناء مما لم يثبت ولذلك كان المذهب البصري هو المذهب الصحيح في هذه المسألة كانت اسم كان على الصحيح هو الضمير الذي يعود من القبل ضمير عائد إلى القبل لأن القبل هي التي ذكرت من القبل أي وإن كانت من القبلة التي كنت عليها لكبيرة إلا على المذين هدى الله والصحيح أن كونها كبيرة يعود إلى ما ذكرته في الدرس الأول الدرس السابق على هذا الدرس من كون القبلة القبلة التي وجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد وهي الكعبة المشرفة كانت لات مكانة في نفوس العرب فتحويلهم عنها حتى يتجهوا إلى بيت المقلس إنما كان لأجل اختبار إيمانهم بجانب ما ذكرته أيضا من الحكمة في ذلك وهي احتواء هذه الأمة لمقدسات النبيين وأممهم من قبل لأنها وريثة لهداية الرسالات السابقة ومن المفسرين من قال بأن الإسم ضمير يعود إلى التولية المفهومة من المقام أو إلى الجعلة المستفادة من قوله جعلنا أو إلى التحويلة أو غير ذلك من الأقاوين وهم يذهبون في ذلك إلى أن هذا التحويل الذي حوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عن القدرة الأولى كان أمرا كبيرا على نفوس الناس بسبب تلبيسات اليهود والمنافقين فكان أمرا شاقا على الناس إلا على الذين هدى الله وهم الذين عرفوا أن الجهات نفسها لا عبرة بذاتها وإنما الأبرى بتوجيه الله سبحانه وتعالى الناس إليها فالشرق والغرب والشمال والجنوب ملك الله سبحانه وتعالى فلله المشرق والمغرب ولله الشمال والجنوب ولله كل جزء في الأرض أو في السماء وإنما الله سبحانه وتعالى يوجه أبابه إلى حيث يشاء بحكمته وعدله وألمه وإنما فالجهات من حيث ذاتها لا فضل لبعضها على بعض إلا بما يدعى الله سبحانه وتعالى فيها من الفضل والكبير هنا بمعنى الشاق كما في قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم وقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فالمعنى في كلتا الآيتين بمعنى شق أي وإن شق عليك إعراضهم وشق على المشركين ما تدعوهم إليه والذين هدهم الله سبحانه هم الذين أدركوا حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التوجيه وذلك أنهم عرفوا أن كل شيء من ذلك بحكمة علمها الناس أو يهلوها فالله سبحانه وتعالى تتنزه جميع أفعاله عن العبد ما كان ليوجه الناس تارة إلى هذه الجهة وتارة إلى هذه الجهة إلا بحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فمن قررت في نفسه هذه العقيدة لم يشق عليه تنقي هذه الأوامر من قبول وبناء على التفسير الذي اخترته وهو أن وهو أن المقصود بالمشقة الحاصلة من القبلة السابقة هي صرف العرب عن البيت الحرام القدنة التي ألفوها والجهة التي كانوا يعظمونها من قبل ويتوجهون إليها في حجهم بناء على هذا التفسير فإن الذين هدى الله سبحانه وتعالى هم الذين أدركوا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلصهم من أكبار اليهلية بحيث يتدقون تعظيم البيت الحرام من وحي الله سبحانه وتعالى لا من تقارير اليهلية التي ألفها وعلى قول الأكثرين من أن المقصود بكونها كبيرة أي صرف عنها كبيرة بعد ما وده نحوها بسبب التلميسات التي كانت من قبل اليهود والمنافقين بناء على هذا القول فكونها كبيرة إلا على الذين هدى الله أي على الذين أدركوا أن الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته أن تكون قبلة إبراهيم عليه السلام هي القبلة دائمة لحكمه لا لعبث لأن أعماله تتعالى عن العبث وما كان الله ليضيع إيمانكم أكثر المفسرين قالوا بأن الإيمان هنا بمعنى الصلاة واستندوا في ذلك إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الذي كان قد مات قبل أن نجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة رجال قد قتلوا فلم يدرى ما يقال فيهم ولس كلامه لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم واستندوا في ذلك أيضا إلى الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححاه وعبد بن حميد وابن الجرير وابن المندر والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقد مات رجال قبل أن يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة وقال له يا رسول الله كيف صلاة إخواننا الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى البيت الحرام فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وقد عياء في رواية ابن ماجه عن البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل جبريل عليه السلام كيف حال صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ومنخص ذلك أن المسلمين بقوا في حيرة من أمرهم في الصلاة السابقة التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس هل هي صلاة صحيحة ثابدة بعدما نسخ الاتجاه إلى البسجد الحرام أو هي صلاة ليست ثابتة وأنهم يلزمهم أن يقضوها أو أن الاتجاه إلى البيت الحرام يسد مسد قضائها فدقوا في حيرة من أمرهم في صلاتهم أنفسهم وفي صلاة الذين ماتوا قبل أن يوجه المسلمون في صلاتهم إلى البيت الحرام وكما جاء في رواية البراء أن هناك جماعة قتلوا قبل أن يوجه المسلمون إلى البيت الحرام وهذه الرواية ذكر ابن عاشور بأن فيها إشكالا وذلك لأن القتال لم يشرع إلا بعد توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى البيت الحرام وهذا بي فإن اتجاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة كان قبل غزوة بر لشهرين على القول الصحيح وقيل غير ذلك وذكر المفسرون بمن مات قبل أن يصلوا إلى البيت الحرام البراء من معمور وأبو أمامة وأسعد زرارة رضي الله عنه وقد وهم الفخر الرازي فذكر مع هؤلاء البراء بن عازب ما عما البراء بن عازب هو الذي روا حديث النسخ وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشر تغزوه ومات في أيام مصعب بن عمير في إمارة مصعب بن عمير كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة وابن عبد البري في الاستيعاب وذكر الحافظ بن حجر عن بعضهم أنه مات في سنة ثلاثين وسبعين بعد نسخ الاتجاه لبيت المقدس بسبعين عاما فالقول بأنه من جملة الذين ماتوا قبل التوجه إلى البيت الحرام لهب من الفخر الرازي والفخر الرازي قال بأن هذا السبب لا بد منه في معنى الآية وإلا لم تتصب بما قبلها ولخص ذلك في أن الذين شكوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعدما نسخ استقباله ثرت إليهم فكرة أن النسخ لا يكون إلا مع البداء فإذا لا ينسخ شيء إلا وفيه نفسده فأنزل الله سبحانه وتعالى ليطمئن نفسهم ما يدلهم على أن الاستقبال إلى بيت المقدس كان طاعة لأمر الله سبحانه كما أن الاستقبال إلى البيت المحرم هو أيضا طاعة لأمر الله فهم أجورون على كذا الأمرين كما وقع شك في نفوس المسلمين في من مات وقد شرب الخمر قبل أن يأتي حكم صريح بتحريمها فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ف يعني بهذا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليؤاخذ أحدا على عمل عمله بأمره أو عمل عمله قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى حكم التحريم فيه ثم سأل الفخر بعد ذلك كيف يمكن أن تكون هذه الفكرة فكرة البداء هي منشأ هذا الشك مع أن هذا الشك كان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة الجواب الأول أن هذا الشك رشأ من المنافق وإنما أجيب الصحابة عن ذلك ليكون في جوابه جواب للمنافقين والجواب الثاني أن الصحابة بعدما اتجهوا إلى البيت الحرام أدركوا أن اتجاههم إليه أفضل من الاتجاه الأول إلى بيت المقنس فتمنوا أن يكون هذا الفضل لأخوانهم والجواب الثالث أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الجواب حتى لا يخطر على نفسهم شيء من هذا الشك وكلامه هذا لا ينقض آخره أولا فإنه ذكر أولاً أن هذه الآية لا يمكن أن يستوضح معناها وتتصدى بما قبلها إلا بالنظر إلى هذا السبب والكلام الأخير سكت فيه عن السبب الإجابات الثلاث التي ذكرها فيها سكوت عن ذلك السبب وفيها أيضاً مناثات للسبب حسب رواية ابن عباس وحسب رواية البراء رضي الله عنهما في هذه الإجابة منافاه لتلك الروايات لأن رواياته أن دلت على أن الصحابة شكوا في صلاتهم أولاً إلى بيت المقرس فجاءوا ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية حتى تطمئن نفوسهم في كون تلك الصلاة صحيحة وأنهم مأجرون عليها وتعقب أبو حيان الفخر الرازي في كلامه بأن الآية متصدى بما قبلها مأغض النظر عن هذا السبب سواء قلنا بصحته أو لم نقل بصحته فإن الآية الكريمة جاءت أقبى قوله سبحانه وتعالى فإن الكلمات هذه أو الجنة هذه جاءت أقبى قوله سبحانه وتعالى في الآية وما جعلنا القبة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على النذين هذا الله فإذا فيها تبشير للنذين ثبتوا ولم ينقلبوا على أعقابهم وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بأن الإيمان هنا بمعنى الصلاة مروي عن البراء وابن عباس من الصحابة وروي عن الطائفة من التابعين فمن بعده وحكى القرطبي اتفاق المفسرين عليه ومن دواء الاستغرب أن القرطبي حكى اتفاق المفسرين على أن الصلاة بمعنى الإيمان وأن الحديث وأن الحديث المذكور الذي رواه براء ورواه ابن عباس هو السبب في نزول هذه الدمة من الآية وبعد أسطر قليلة من كلامه هذا حكى عن أكثر المسلمين والأصوليين بأن الآية الكريمة إنما هي أو الجملة من الآية الكريمة إنما جاءت لأجل التثبيت نفوسي أو تبشيري الذين ثبتت أقلامهم ولم ينقلبوا على أعقابهم في المحنة نحنة التشكيك في استقبال البيت المحرم بعد استقبال بيت المقرس اللهم إلا أن يقال بأن القول أول عزاه إلى المفسرين وحكى اتفاقهم عليه والقول الثاني عزاه إلى الأصوليين ولكن ما معنى عزوه إلى أكثر المسلمين أليس المفسرون والأصوليون جميعا من المسلمين وذهب بعض المتقدمين هو الذي صبر به الزمخشري وتابعه عليه أبو السعود أن الإيمان هنا هو على حسب معناه المعروف وهو التصليق والثبات وهذا القول هو الذي انتصر له أتم الانتصار الإمام محمد عبده وتلميذ السيد رشيد رضا وقد ينح إليه قطب الأئمة في هميان الزاب والإمام محمد عبده يقول بأن تفسير الإيمان هنا يتعين بأن يكون بمعنى العقيد والثبات عليها وبهذا يتفق ما في هذه الجنة مع ما في الجنة السابقة أي بهذا يتناسق ما في سياق الكلام ما في سياق الآية الكريمة ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الذين يرتدون على أدبارهم على أعقابهم فيلقلبون عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب القبرة السابقة أو بسبب تحويل التحويل عن القبرة السابقة الآية الكريمة تشير إلى أن لهم معيدة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن ألم الله سبحانه وتعالى بن المعصية وخصوص إذا كانت هذه المعصية ردة يترتب عليه أن يعاقب هؤلاء الأصاح وخصوصا إذا كانوا مرتبين وكذلك ألم الله سبحانه وتعالى بطاعة الطائعين يترتب عليه أن يثيب هؤلاء الطائعين وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبشر الذين ثبتت أقبامهم ولم ينقلب على أعقابهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يضيع ثواب هذا الإيمان الذي ثبتوا عليه بل سيثيبهم عليه ويجزيهم خيرا يوم القيامة وأتبع ذلك السيد رشيد رضع لأن رواة أسباب النزول يبأثرون ما اجتمع من معنى الآيات المترابطة أو الجمل المتناسقة بحيث بحيث يرون لكل آية سببا ولكل جزء من الآية أي لكل جنة من الآية سببا خاصا مع أن السياق يقتضي أن تكون المعاني مترابطة يأخذ بعضها بحجزة بعض كما أن الألفاظ متناسقة فرواية سبب خاص لدمة خاصة من آية أو لآية من دن آيات متناسقة يؤدي تفكيكا بملتأ وترابط من القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر